عايز برضو اتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم النهاردة بالمناسبة تم نافي ان يكون محمد صلاح رفض التغيير في مباراة اليوم بعد المباراة مباشرة وجدنا ان هناك البعض بيتكلم في ان هناك ان محمد صلاح رفض التغيير ان الكابتن حسام طلب منه التغيير وانه رفض التغيير فجأة الموضوع ده انتشر بشدة ولكن بعد انتشار الموضوع ده جالنا كلنا الحقيقة كل الصحافين جالهم تأكدات بان كابتن حسام لم يطلب تغيير محمد صلاح وانه محمد صلاح بالتالي لم يرفض تغييره وبيني وبينكم لما تقعد تفكر هنا بقى هتكلم في ناحية فنية بسيطة جدا لما تقعد تفكر وانت بتتكلم هتجد انه هو قوفة او قوفة لعب نادي امبي خرج ومحمد صلاح هو اللي اصبح راس حربة والاتنين اللي كانوا بيسخنوا بره هم مصطفى فتحي وناصر ماهر الاتنين ما بيلعبوش رؤوس حربة ما فيش حد من اللي موجودين دول كلهم بيلعب راس حربة الوحيد اللي ممكن ترميه قدام هو محمد صلاح وبالتالي هو يمكن كان الكابتن حسام هنا بيعمل ايه؟ بيختار ما بين مصطفى فتحي وناصر ماهر مين فيهم اللي ينزل؟ انا هنا بتكلم في وجهة نظر فنية وجهة نظر انا شفتها وانا قاعد بتفرج على المباراة انه لو كان عايز يعمل كده كابتن حسام وبعدين بيني وبينكو يعني محمد صلاح ما يقدرش يقول لا احنا شفناه لما بيطلب في التخليل بيطلع بيطلع فيش مشكلة خالص ولكن بيبقى بيباني ان هو متدايق زي ما حصل مع يورجين كلوب قبل كده فعشان كده بقول لحضراتكم انه حتى لما تنظر الموضوع من الناحية الفنية تاكد ان الموضوع ده مش مزبوط 100% 100% مش مزبوط لانه الوحيد القادر على انه هو يلعب في هذا المركز هو محمد صلاح في ظل تواجد عدد كبير جدا كان حطيتهم كابتن حسام يقفوا خصوصا في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة فانا اتمنى ان مثل هذه الامور لا تؤثر على مسيرة منتخبنا احنا اللي فينا مكفينا منتخب مصر اللي فيه مكفيها جماعة زي ما حضراتكم شايفين النهاردة الاداء تقدر تقول انه هو يعني مش هتقدر تصل لمرحلة انه هو اداء مرضي مش هتقدر تصل لمرحلة انه هذا الاداء هو اداء مرضي لكن في النهاية نقطة قدرنا بها نحتفظ بصدرتنا لهذه المجموعة